السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم شباب على فيديو يديد اليوم عندي لكم Blue Eyes ديك بروفايل برأيي ان هذي اقوى شي يمكن بلو ايز يصلوا له فايل مرحلة في المتال يديدي الابي سي لو تلاحظ عندي ريشيو حلو 20 وحش 20 سبل مجربت الدك حق اسبوع الدك صراحة وايد وايد قوي ضد ABC ضد معظم الدكات اللي ما عندهم اللي يتمدون عن الاكسترا دك تبدأ منهم ما عندهم اي انسر فخنا نبدأ في الدك اول شي تلعب ثلاثة بلو ايز الفينيلا طبعا لازم تلعب ثلاثة تحتاجهم ثلاثة alternative كارت فري بلو ايز ما في اي سبب ما تلعب ثلاثة اثنينة Dragon Spirit of White يضرب ثلاثة ممكن تنقصها حق اثنينة بس ثلاثة اوكي Late Game ممكن تساعدك ترجع alternative من الجرافيات في دك ترجع اي كات ثاني تحتاجه مرة رجعت Spirit of White ثلاثة تخلص من Anti-Spill Fragrance نلعب واحد Stone of Legend عشان تلعب Maiden File Deck ما تحتاجك ثرحا واحد اذا ما تلعب Maiden File Deck ترم تلعب ثلاثة صراحة الكارت خطير ترم تستخدمه Melody of Awakening وتحصل الثلاثة بلو ايز تلعب ثلاثة Sage مهم من احسن الكمبوهات Maiden و Sage تستخدم الفكتة الثانية مال Sage تقوم بتوديه ميدن وتحصل اثنين بلو ايز من Sage واحد من ميدن طبعا احسن كارت في الدك عندي Maiden و بلو ايز جربت كل بلدها جربت كل بلد حق بلو ايز ممكن تفكر فيه كائج و جربت كل شي صراحة ما في احسن عن البلد مال ميدن ميدن صراحة فري بلو ايز حتى لو تلعب جيم بطيء بس تطلع ميدن و دورك سوي لها تارقد سوي لها اي شي يمكن تحصل بلو ايز بلاش و لاتجيم بعد صراحة ميدن و وعندها وان هي تونر ممكن تحصل بلو ايز بلو ايز بلد كما نحن حق المنزل الكمبوهات اللي هو اكرا بريف دراجون و غلايف اكرا بريف الاند فيز يسوي سبيشال سمان حق دراجون من غلايف وانتو الخصمك لا ترمو ان تستخدمون الاكستر ديك طبعا انت خلاص سويت كل اللي تبقى طلعت كل وحوش اللي تبغيها من الاكستر ديك خلاص يربو انت لكداون مارم يسوي شي هذي تبتر تقول مثل مني فانديز امتينس ما حدرون يسوي اسمهم من الاكستر ديك طبعا معظم الدكاتة حينا ان مونرا يكون موجودين في الفورمات يعتمدون عن الاكستر ديك فقلايث لكداون ستين بالمئة من الاقيام بس بيتكون ترن 1 خلاص تلعب الكمبو مالك تلعب قلايث دورك ما عنده شي رومي يتخلص منه خلاص بهاي السهولة وقلايث ترمو تطلعه انا بقول تقريبا خمس وثمانة بالمئة في كل اوپننج هاند ترمو تطلع قلايث ترن 1 فعالي ازي هان العشرين وحش طبعا في الاسباس تلعب 1-4-1 تعتبر كأنها ميدن الرابعة بدون ان تعتبر اي شيء من هاي التونر إذا تحتاجها فانت دمع انت تفتح ميدن في الوپننج هاند فان فور وون اوك ثلاثة الكارت اللي بخلي البلو ايز عايشين الصراحة بدون هالكارت البلو ايز ما بيكونوا بها القوة لان يعطيك فري سبيشل سمان لو بعد يحميك فتلعب ثلاثة واحد ريكيكي معظم الدكات احين يتمدون على يترسو لك الملعب سبيشل سمان فمرة تفرية ريكيكي خلاص خصمك سوى كل شيء في الملعب وتلعب لي ريكيكي ما عنده انسر فالكارت خطير بعض ضد فانتيز ينفعك ويد ثلاثة تريدين لانت عندك تسع تاركتس آية ستة ثمانية سعى ثمانية تسعة فتريدين دم مستحيل تريدين ولا مرة في حياتي فتحت اوبننج تريدين كانت دم وتلعب واحد كاردف كونتنينز جرى تلعب اثنينة في البلد اللي ما كان فيه ميدن بس ما نرفع اذا تلعب ثلاثة ثلاثة تلعب اثنين من هاي بصغير كذي لا واحد يكفي موضوع من الاحيان انا دائما نسوي للسايداوت في جيمتو ثلاثة ميلودي سلفك مبلازم يعني شرحك ليش بميلودي الكارت خطير يسوي الكسورج حق البلوازي اللي في الدك اذا عندك هذا في ايدك هاي اعتبرتها اللي عندك الالترنتر دائما سلفك مبلازم كارت خطير بحق البلوازي بالذات لان كترون تسوي السينكرو مالك بس حط ببالك ان سبريت يكنسل سلفك مبلازم فها حطها ببالك تسوي البلاي كامل بسلفك مبلازم ومطلع دارك ماتار كريستل وينج قوي السوالة عندك اعتمد على اللوكداون فانتي يوم بتسوي الكمبو مالك وتسوي اللوكداون حق خصمك خلاص فست ثلاثة تون توستر عشان ما لعب اي ترابس فانا ابا تخلص من الترابس وطبعا ما عندك اي مانع ترق اي شيء من هاي لفل الجرام لانك عندك اراد يتسوي وشيء وايد مثل ريتر او دراجون لورد فتون توستر لازق عندك ثلاثة ترم تحت لعب اثنينة بس ما انصحك سيلفر كراي كارت اوكي كأنك تلعب ريترن زيادة بس ما ترم تستدعي غير هالكارت او هذ الكارت اللي لازم نورمال فالها يعتبر في الجريبيارد نورمال احنا ما اعتقد هاي في الجريبيارد فترم تلعبه تتخلص من سبيل او تراب فتتخصمك و تسوي بيت حقه وطبعا ينع على اخر كارت اللي هو مولايزيوم فويت تحتاج تلعبه انا نلعب اثنينة وواحد ترافورمينج عشان حق الدك فلو ما تعرفت مولايزيوم فويت شي يسوي كارت رم تحصله في الجندري كوليكشن 2 موما عفش اسمه بالضبط ترم تستوي نورمال سامن حق اكسترا لايت ليفل وان تونر فترم تسوي سامن حق ميدن او حق اكسترا سيج مزين و ترم تسوي شو اللي بتلعبه دايما مولايزيوم فويت تلعب ميدن تستخدم مولايزيوم فويت تلعب ميدن بيشتغل في اكتمال بتحصل بلو ايز هكو حصلت سبيرت نزل هاي المين ديك 20 وحش 20 سبل حق الاكسترا نلعب واحد اي بي سي عشان نلعب شيريز واحد ازورة ايز ما تحتاج اكثر عن واحد ولا مرح تحتاج اكثر عن واحد بلو اي سبيرت دراجون تحتاج اثنينة تقريبا في كل جيم اذا كان اكثر اذا ما خاص بما سوى جي جي اوت بتستخدم اكثر عن مرة كريستل وينغ واحد يكفي مايكل بعد واحد يكفي بلاك روز مولاي دراجون واحد يكفي دارك ماتر بالباقي نحن كلهم تحتاج بس واحد انه ما تحتاج اكثر عن واحد انه يعتمد على الموقف بس دارك ماتر دائما بتسيل تلعب دارك ماتر زيادة اذا تبقى بس انا شفت انه واحد ولا مرة في حياتي يصد حق اثنينة هذا فوتون حق تيب دارك ماتر هالة اثنينة مع بعض في قسم ابروحهم وهالة الثلاثة واحد اثنين ثلاثة مع بعض في قسم ابروحهم انه هالة الثلاثة تلعبهم بس عشان تيب هالة في بعضهم عندهم افكت زي مثل سايفا يرون يصرق وحش خصمك وتستخدمها حق اكس واي زي ذا لفل ايت ولا سينكرو فهي تم تستخدمها بس نادر استخدم اي حد من هالثلاثة هو نادر جدا فالمين كومبو حقها الاثنينة هوب هاربنجر زين ضد ضد ديكات اللي تستخدمه بس ولا مرة احتاجت اثنين هالكارتين احلى كارتين عندي الصراحة بس لازم تتعلم كيف تستخدمها حط في بالك انه يسوي نقات حق الفكتات مارتك انت بعد فحط في بالك هالشي مرات خصمك ما يقدر يلعب حوالين هالكارت واذا انت تعرف ان خصمك عندك كارت معين ممكن يخرب عليك مثل ميرر فورس ولا شي بس لعب هالكارت ويهجم عليه يشغل ميرر فورس طبعا بيستخدمه وعندك نمبر ففتين هالكارت وايد زين ضد الميرر ماتش لان لو خصمك طبعا بيكون عندهم غاركسي دارك ماتار او اي حد من هالكس واي زي الكبار طلعب هذا الدمراء 4.000 ضج في النهاية نكون قم بلس وليا اي شي انت خلاص نزيل الحق السايد الراعب 3قط وعنده ضد أي شيئ مايعيبك ثلاث دينكوساكا ضد بيلازويك إلا إذا ضد سنكرون ديك أو ديك شغلتها بس سبيشال سمن إذا أنا بلعب ثاني واحد ضد ديك شغلتها بس سبيشال سمن بحطي ماكسي لأنني عارف ما بغير صغير اللوكتان فاناتيز بعد نفس الفكرة حق الدكات اللي يعتمدون على سبيشال سمن واحد بعد الكارت لازم يستوي لبان وآخر شي طبعا أنت يسبل فريقنز ضد بنجلوم يخرب عليهم بعد أصلا اللوكتان يخرب علي البانجلوم الراديل لو عندك اللوكتان وعندك ست وانت وسط الخلاص ما يرميسون ولا شيء ما يرميسون سبيشال سمن بالدمرل تسكيل مالهم وفي نهاية صراحة الدك قوية إذا تبغي تجربها عندك الدك الاستنين شوف الدك إذا أعجبتك أو لا أعجبتك أنا صراحة عجبتني عندي إياها إنريال لايف الدك وأستخدمها يوميا شوف إذا أعجبتك خبرني في الكومنت إذا تبضيب شيء تبغي تشيل شيء من الدك بعدني أنا سأجرب بس أنا بصراحة وصلت لمرحلة إن أعتقد هذا أحسن بلد في رأيي ومشكوين الشباب على المتابعة إن شاء الله شكرا